النائب بطرس حرب يكشف للامتفي عن ضغوط تعرض لها مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر لعرقلت للدعاء على المطلوب محمود الحايك ويتحدث عن صفقة حاول حزب الله تمريرها عبر جلب الحايك لمثولها أمام القضاء ومن ثم إخلاء سبيله ستة أشهر مرت على محاولة اغتيال النائب بطرس حرب وبعد كل هذه المدة أصدر مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر دعاء على المدعو محمود الحايك المنتمي إلى حزب الله في جرم محاولة قتل حرب للدعاء بحسب حرب طال بعد محاولة عرقلته من حزب الله عبر قضاة أساسيين في قصر العدل إلا أن رئيس الجمهورية قطع الطريق على تلك الصفقة بحسب حرب عندي معلومات أنه صار فيه ضغوط كتير كبيرة للحقول دون صدور هذا القرار بتأسف أول أنه فيه الناس بالعدلية مسؤولين شاركوا بهذا الضغوط بتأسف أول مثل مين؟ بتمنى وبتمنى أني مأضطر أكشف الأسماء تب من من هذه الضغوط مع الوزنين؟ بعرف أنه صار فيه ضغوط بالحزب الله وصار فيه محاولة لعقد صفقة أنه منجيب محمود الحيق اللي عند المدعرام على شرط أنه بيمصل بيعطي إفادته وبيخلي سبيله ونهارتته وماذا لو ثبت أنه لو دين يعني؟ طبعا بهذا السبب أنا بدي حيس أرسار لأنه أتصرف كقاضي وأنه بالنتيجة قال أنا ما فيني التزم بأي صفقة إذا تبين أنه بريء أنا ببوقفه بس أنا ما ممكن إخلي سبيل موقوف إذا ما أخذنا الديانية تبعه إذا ما أخذنا البصمات تبعه إذا ما دققنا بهويته ما الذي يدفع بقاد إلى عقد صفقة؟ لا مالشي خليني أتحفظ على هذا السؤال ويمكن أقول ما الذي يدفع إذا لقيت بالصفقة مثل من روح الصفقة مثل من ربيد عوية القادي سقر أحلل الدعاء على قادي تحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة ومخاوف حرب تكمن في تكرار ما حصل مع سقر مع أبو غيدة فتمر الصفقة إنه يتأمل أنه من حاول تمرير صفقة على حساب العدالي لتعطيل العدالي خماية لعنصر تابع الحزب الله لأسباب وغيات سياسية ما يحاول يعملها مع هذا التحقيق لأنه أنا مش رحي سكوت يعني أنت تتخلص بأنه الصفقة نفسة تتكرر مع قادي أبو غيدة طبعا أنا لفقة بالقادي أبو غيدة وأنا براهن على أنه سيكون موقف قضائي موقف قضائي مثل ما مول بأخلاقيته أنا محامي بعرف القضاة وبتمل أنه ما يحاول حدا يضغط عليه لن أسكت إذا ما تكرر السيناريو نفسه معي عبر تجاهل التحقيقات ولكل حادث حديث يختم حرب